خطبة السيدة زينب عليها السلام في الكوفة عن حذيم بن شريك الأسدي قال لما أتى علي بن الحسين زين العبدين بالنسوة من كربلاء وكان مريضاً وإذا نساء أهل الكوفة ينتد بن مشققات الجيوب والرجال معهن يبكون فقال زين العبدين عليه السلام بصوت ضئيل وقد نهكته العلة إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم فأومت زينب بنت علي ابن أبي طالب عليه السلام إلى الناس بالسكوت قال حذيم الأسدي لم أروا الله خفيرة قط أنطقوا منها كأنها تنطق وتفرغ على لسان علي عليه السلام وقد أشارت إلى الناس بأن أنصتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس ثم قالت بعد حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله أما بعد يا أهل الكوفة يا أهل الخطل والغدر والخذل ألا فلا رقأة العبرة ولا هدأة الزفرة إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم وهل فيكم إلا الصلف والعجب والشنف والكذب وملق الإماء وغمز الأعداء أو كمرعا على دم أو كفضة على ملحود ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أنسخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون أتبكون أخي؟ أجل والله فابكوا فإنكم أحرى بالبكاء فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا فقد أبليتم بعارها ومنيتم بشنارها ولن ترحضوها أبدا وأن ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حربكم ومعاذ حزبكم ومقر سلمكم وآسي كلمكم ومفزع نازلتكم والمرجع إليه عند مقاتلتكم ومدرة حججكم ومنار محجتكم ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم وساء ما تزرون ليوم بعثكم فتعسا تعسا ونكسا نكسا لقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله وضربت عليكم الذلة والمسكنة أتدرون ويلكم أي كبد لمحمد صلى الله عليه وآله فريتم وأي عهد نكثتم وأي كريمة له أبرزتم وأي حرمة له هتكتم وأي دم له سفكتم لقد جئتم شيئا إد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد لقد جئتم بها شوهاء صلعاء عنقاء سوداء فقماء خرقاء كطلاع الأرض أو ملء السماء أفعجبتم أن تمطر السماء دمه ولعذاب الآخرة أخزا وهم لا ينصرون فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخشى عليه فوت النار كلا إن ربك لنا ولهم لب المرصاد ثم أنشأت تقول عليه السلام ماذا تقولون إذ قال النبي لكم ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بأهل بيتي وأولادي وتكرمتي منهم أسارة ومنهم ضرجوا بدمي ما كان ذاك جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي إني لأخشى عليكم أن يحل بكم مثل العذاب الذي أودى على إرامي ثم ولت عنهم قال حذيم فرأيت الناس حيارة قد ردوا أيديهم في أفواههم فالتفت إلي شيخ في جانبي يبكي وقد اخضلت لحيته بالبكاء ويده مرفوعة إلى السماء وهو يقول بأبي وأمي كهولهم خير كهول ونساؤهم خير نساء وشبابهم خير شباب ونسلهم نسل كريم وفضلهم فضل عظيم ثم أنشد كهولكم خير الكهول ونسلكم إذا عد نسل قد أباده الدهر فسكتت الحوراء زينب عليها سلام زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة